إلى العراق حيث انتشرت قوات خاصة من الجيش في المنطقة الخضراء ومحيطها وذلك تنفيذاً لأوامر رئيس الوزراء لبسط الأمن ويأتي هذا القرار عقب تحذيرات من وزير الدفاع العراقي من تكرار مشهد انتشار فصائل الحشد الشعبي وسط العاصمة بغداد وفي شأن عراقي آخر قالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية بأن هناك قلقاً متزايداً لدى المسؤولين العسكريين الأمريكيين في العراق بسبب استخدام الميليشيات الموالية لإيران لطائرات من دون طيار في هجماتها ضد مصالح أمريكية في وقت سابق حذر قائد القيادة المركزية الأمريكية كينث ماكنزي من زيادة الهجمات بالطائرات المسيرة معنا من واشنطن مراسلنا مجدي يازجي القلق متزايد إذن بشأن هذه الطائرات المسيرة هل هناك خطة أمريكية مجدي لمواجهة هذا الخطر المتزايد على المصالح الأمريكية في العراق نعم فضيلة المسؤولون العسكريون الأمريكيون يصفون خطر الطائرات المسيرة التي تستخدمها الميليشيات العراقية المدعومة من إيران بأنه الخطر الأكبر المتصاعد والمتنامي الآن ضد الوحدات العسكرية والأمنية الأمريكية المتواجدة هناك وبالإجابة عن سؤالك هل هناك بالفعل خطط للتعامل معها الخطط هي طويلة الأمد وما طرحته القيادات العسكرية الأمريكية للتعامل معها يشير إلى نقطتين أساسيتين بخصوص هذه الطائرات المسيرة وهو أولا التعاون مع طيرانها على مسافات منخفضة جدا وأيضا ضقتها في إصابة الأهداف بالإضافة إلى أن التكرفة المالية لهذه الطائرات المسيرة هي منخفضة جدا وبالتالي القيادات العسكرية الأمريكية تقول أنه يجب بداية قطع الاتصالات ما بين مراكز التحكم بالطائرة والطائرة المسيرة نفسها وأيضا تحسين قدرات الرادارات الأمريكية لرصد هذه الطائرات وأيضا تحسين الطرق الخاصة بإسقاط هذه الطائرات ولكن الإدارة الأمريكية أيضا تدرك أن هذا التطور العسكري اللافت والجديد على الساحة العسكرية تحديدا في المنطقة وفي العراق على وجه الخصوص أنه يدفع إلى تحسين قدراتها العسكرية المتعلقة بالردع وهذا الأمر قد يستغرق بعض من الوقت ولكن أيضا هناك من تساؤلات أخرى تطرح هنا في الداخل أن مثل هذه التطورات العسكرية وإن كانت بسيطة ودقيقة في الوقت نفسه لأنها قد تدفع إلى تسريع وتيرة انسحاب القوات الأمريكية المتبقية في العراق فضيلة بخصوص تزايد هذه الهجمات عبر الطائرات المصيرة سواء على الوحدات العسكرية وكذلك الأمنية الأمريكية المنتشرة هناك شكرا مجد يازجي مراسل سكاينيوز عربية في واشنطن